سريعا إلى آخر أخبار الرياضة من جولة حسم بارين مونيخ قمة أليانز أرينا بالفوز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة وعاد كوبينهاجن بتعادل من أرض قلتة سراي بهدفين لمثلهما وسجل أرسنال بداية قوية في مرمى آيندهوفن بربعية نظيفة في حين حسم التعادل بهدف مباراة إشبيليا واللونز وأنقذ الإنجليزي بيلينجهام فريقه ريال مادريد من التعادل بعد خطفه هدف الفوز القاتل على حساب يونيون برلين في حين عاد نابولي بفوز ثمين من أرض سبورتين براغا بهدفين لهدف وسقط إنتر ميلان في فخة التعادل أمام ريال سوسيداد بهدف لمثله وعاد سالسبورغ بفوز غير متوقع من ميدان بنفكا بهدفين دون رد سقط منتخب قطر الأولمبي أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف منافسات كرة القدم ضن دورة الألعاب الأسيوية في الصين قطريا دائما عزز ريال متصدر دول نجوم إكسبو صفوفه بنجمه العائد رودريغو تاباتا كشف برشلونة عن تجديد عقد لعبه أليخاندرو بالدي حتى يونيو ٢٠٢٨ وبشرط جزائي بلغ مليار يورو أعلن مارسيليا إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال بعد توليه مهمة الإشراف على الفريق بداية الصيف الحالي أفادت صحيفة بلد الألمانية أن المدرب الألماني مدرب باري ميونيخ يوليان ناينجليزمن سيكون مجبرا على خسارة ما يقارب من ٢٠ مليون يورو في حال تولي تدريب المانشافت أكد مدرب مانشستر سيتيه الإسباني بيب جوارديولا غياب البرتغالي برناندو سيلفا لأسابيع عن فريقه بسبب الإصابة في حين أعلن توتنهام رسميا إصابة نجمه الكرواتي إيفان بيريسيتش بقطع في الرباط الصليبي